بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ونواله أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي خصصته بالحديث عن الاحتلال الإنجليزي لمصر وفي الحلقة الماضية كنت قد ذكرت أن هناك دولا اجتمعت دولا كبرى ستة اجتمعت في الأستانا كما كانت تسمى أو إسطنبول أو القسطنطينية اجتمعوا من أجل أن تبحثوا في شأن قضية المصرية وهي روسيا إنجلترا فرنسا النمسا إيطاليا ألمانيا ولم تحضر دولة عثمانية للأسف رفضت الحضور ورأت لنا مسألة غير مهمة معنى مسألة خطيرة وخطيرة جدا والإنجليز خلى لهم الجو كما يقال وستطاعوا فعلا أن يصلوا إلى صيغة عجيبة المجتمعون اتفقوا أن لا تتدخل أن لا تتدخل دولة في مصر إلا بموافقة الدول كلها مشتركة وباتفاق عام فاللورد دوفرين وهو أحد ثعالبة السياسة الإنجليزية راوغ وماطلة وحارب من أجل إضافة عبارة صغيرة تقول إلا في الظروف القهرية ومن هذه العبارة فرحت إنجلترا فرحا شديدا أن تستطيع أن تتصرف وتخلق ظروفا قهرية في مصر وقلت لكم أن الظروف كانت أحوال مصر والعراك للأسف والانفصام ما بين الخديو والحكومة بل ما بين الخديو والشعب المصري كله تقريبا وأن الشعب المصري كان يطالب بعزل الخديو كان هذا ظرف قهري بنظر إلى السياسة البريطانية أيضا حادثة المالطي في الإسكندرية والأوروبيين الذين قتلوا وكانت هذه حادثة أخرى حدثتكم عنها كان هذا ظرف قهري أيضا وأيضا قضية جديدة استجدت وهذه من أعجب القضايا سمعتها في حياتي أن سيمور وهو القائد البحري الإنجليزي الذي كان مرابطا أمام الإسكندرية قال أنا لاحظت أن المصريين يرممون الحصون وينصبون المدافع عليها وهذا يعد عملا عدائيا وهذا من العجب العجيب فإن أي دولة طبيعة الحال يكون العدو أمامها تسارع إلى تحصين نفسها وإلى ضبط حدودها وإلى الدفاع عن نفسها وشرفها وعرضها ودينها وقومها شيء طبيعي جدا لكن كان هذا عند الإنجليز عملا عدائيا هكذا وأذنت إنجلترا لسيمور بضرب الحصون وبضرب القلاع التي تتحصن أمام الإنجليز ويا للعجب وعدوا هذا ضرفا قهريا وعملا عدائيا والمجتمعون في إسطنبول ما زالوا يتناقشون ابتدأت إنجلترا بإجلاء رعاياها وعلى رأسهم قناصلها فجل قنصل الإسكندرية وقنصلها في القاهرة وقنصلها في بورسعيد مما يدل بوضوح على نوايا القوم ونم لا ينتظرون مؤتمرا ولا ينتظرون شيئا وتبع ذلك الجلاء جلاء عشرات الآلاف من الرعايا الأوروبيين في مصر حتى بعضهم جل إلى الداخل إلى داخل البلاد وأكثرهم خرج خارج مصر تحسبا لمجريات الأحداث وأنها سيكون هناك ضربة طبعا إنجلترا مخططة ويقول لكم من المرة الماضية ستضرب ستضرب بغض النظر عما ستقول إليه نتيجة المؤتمر بغض النظر عما يقول إليه الأمر في تركيا بغض النظر عما يقول إليه الأمر في مصر ستضرب ستضرب لكنها تريد أن تخترع حالا قهريا كما قالت إليه في الأحوال القهرية تريد أن تخترع شيئا فاخترعت قضية الحصون هذه ومع ذلك أرسل عرابي قائد الأسطول المصري إلى سيمور في البحر يكذب هذا الادعاء ويقول له هي ترميمات كانت موجودة للحصون ولا بد منها لبقاء الحصون سليمة وليس هناك نية في ضرب الأسطول الإنجليزي وليس هناك نية في المقاومة يعني المقاومة نسميها الابتدائية يعني هم يسارعون بالضربة قبل أن يضربوا وهذا يفترض أي دولة يكون الأساطيل مرابطة أمام بلادها وأساطيل حربية فيها مدافع أن تضربها أصلا هناك عندنا اليوم شيء اسمه المياه الإقليمية وما تدخل أصلا أساطيل أجنبية أساطيل تجارية حتى ما تدخل إلا بإذن فما بالكم بأساطيل أجنبية حربية محملة بمدافع ومحملة بعشرات الألاف من الجنود كيف تدخل هذه وترابط أمام إسكندرية أصلا كان يفترض طبعا كل هذا نحن نحاكمهم إلى أحوالنا وعصرنا لكن هم كانوا أضعف من ذلك كان يفترض أن يبادرهم بالضرب أصلا ولا ينتظرون أحدا ولا ينتظرون إذن من أحد المصريون كان يفترض أن يبادروا بالضرب هذه بوارج حربية أمام بلادكم ما الذي أدخلها ما الذي جاء بها لكن كانوا أضعف من ذلك كما سأتي عليه إن شاء الله وتعالى لكن ما اقتنع سيمور أنه لا يريد أن يقتنع أصلا يريدون أن يقتنسوا هذه الفرصة أرسل سيمور انذارا آخر إلى المصريين أنه بعد أربعة أيام سأضرب الإسكندرية إن لم تسلموا لي انظروا هنا التدرج القلاع والحصون وهل يعقل أن أمة حرة تسلم بلادها لأعدائها بيدها فاجتمع أولو الأمر في مصر طبعا الخديوي هذا كله بمعزل الخديوي جالس في إسكندرية في قصره والقاهرة تموج بالناس وقلقة ومضطربة اجتمع الأعيان وجاء المشايخ وجاء أعيان البلد والباشوات إلى آخره ماذا يفعلون؟ بعضهم قرر التسليم قال نسلم وبعض المؤرخين الأسف الشديد لا عرابي على أنه لم يسلم الحصون من مبكرا للإنجليز انظروا إلى هذا المؤرخ العجيب الذي يلوم وزير الحربية المصري آنذاك أنه ما سلم القلاع للإنجليز وانتهى الأمر وهل يعقل أن إنسانا ما عنده ذرة من الإسلام والوطنية كما تسمى أن يسلم القلاع والحصون إلى الإنجليز بدون حرب يعني هذا فبعض المجتمعين قرر أن يستسلم أو يعني رأى أن تستسلم مصر للإنجليز وانتهى الأمر لكن والله الحمد أن أكثر مجتمعين رفضوا هذا وأرسلوا رسالة لسيمور وطبعا يوصلها إلى إنجلترا يفترض ما أدري أوصلها ولا لا الله أعلم لكن مهم أن نحن أمات تحب السلام وتحب الهدوء ونحن لا يمكن أن نسلم قلاعنا ونسلم مدننا بدون قتال وأننا لم نفعل شيئا أصلا يستأهل ذلك كله ولماذا هذا الاجتماع لهذه الأساطيل أمام بلادنا ونحن لم نفعل شيئا وكانت رسالة مؤثرة لكن حتى نمقالهم باب التنزل اختر ثلاثة من المدافع ننزلها من أي حصن تشاء للأميرال سيمور ولن ممكن ننزل وأن المدفعين المصرية لن ترد إلى بعد الضربة العاشرة تصوروا بعد الضربة العاشرة تبدأ ترد طبعا ما اقتنع سيمور وأرسل انذارا أخيرا أنه بعد 24 ساعة وكان في 10 يوليو 182 موافق سنة 1299 الهجرة يعني على مفتتح القرن الرابع عشر الهجري قبل 130 سنة من الآن أرسل انذارا أخيرا أنه صباح غد مع شروق الشمس سنبدأ بالضرب إن لم تسلموا هذا كله والدول المجتمع في اسطنبول وتتناقش المسألة المصرية ماذا يفعلون بها فالأمر كان مبيتا بليل إذن سيمور بدأ الضرب فعلا في الساعة السابعة صباحا هنا لا بد أن نعرف حجم القوى المصرية وحجم القوى الإنجليزية أنا ما يهمني في الحقيقة إلا من باب الاعتبار والاتعاظ لو أن أمرا سيكون لو أن أتحدث الآن عن قتال سيكون ما اهتممت ولا اكترثت بحجم القوى الله تعالى يقول وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ما استطعتم ولم يريد الله سبحانه وتعالى تساوى بين القوتين وما علق التساوى بين القوتين ما جعلها شرطا للنصر إنما ما استطعتم من قوة لكن هل وهذا السؤال المهم هل الحكومة المصرية الرأسية الخديو هل فعلا أعدت ما استطعت من قوة هنا أذكر ذلك باب الاتعاظ والاعتبار وتذكرون في حملة عندما تحدثت صفحات التاريخ الحديث أول ما بدأتها بحلقات الحملة الفرنسية على مصر وذكرت أنه لم يكن في الإسكندرية إلا مدفعاني فقط مدفعاني عثمانياني قديماني يدافعاني عن المدينة هذا كلام قبل الحملة الإنجليزية بثلاث وثمانين سنة وذكرت أن الضعف في تحصين المدينة كان سبب من دخول نابليون والتاريخ أيها الإخوة والأخوات يعيدوا نفسه من جديد والإسكندرية لم تحصن الأسف والذي رأى سيمور كانت تحصينات اللحظة الأخيرة انظروا للضعف الذي نحن فيه والهوان وهم يعلمون والأساطيل في إسكندرية قبل الضربة بأقل شيء بأربعين يوما إلى خمسين يوم لكن مع ذلك التحصينات لم تحدث في اللحظة الأخيرة وكان المفترض أن تحدث التحصينات من ذنة طويلة قبل المعركة يعني أي دولة تدافع عن شرفها وعرضها وأرضها ودينها وقومها تحصن البلد نحن أيها الإخوة لا نستفيد من عبر وعظات التاريخ التاريخ عيدوا نفسه كما أن الإسكندرية كانت ضعيفة أمام نابليون هنا ضعيفة أمام سيمور أيضا للأسف الشديد والإسكندرية كان يسكنها مئة ألف تقريبا وعدد كبير نسبيا آنذاك كانت المدينة الثانية في مصر بعد القاهرة وكانت المدينة التجارية أيضا والميناء الأساس لمصر مع ذلك تحصينات كانت شبه منعدمة لذلك سأذكر الآن الأمر بوضوح وماذا كان يجري آنذاك في قضايا النسب بين قوة الحصون والأسطول قوة الحصون المصرية إلى قوة الأسطول الإنجليزي تقدر بواحد إلى ستة تصوروا واحد إلى ستة يعني باللغة الحديثة ستة عشر بالمئة أو سبع عشر بالمئة القوة المصرية بنسبة القوة الإنجليزية المدافع المصرية قصيرة الأمد معظمها ترمي تقع في البحر لا تصيب السفن بينما السفن من مكانية تصيب القلاع الجنود الإنجليز تقريبا ثلاثة أضعاف الجنود المصريين أنا أتحدث عن البحارة الآن والبحارة المصريين طبعا هنا أمر مهم كيف استطاعوا استطاعوا الإنجليز أن يضربوا الإسكندرية ويحتلوها كان في الإسكندرية هناك حصون عدة حصون أهمها حصن طابية كان سمى طابية أنا ذاك طابية العجمي والعجيب أن الإنجليز أو الأوروبيين يسمونها جزيرة المرابط مارابوت هكذا والمرابط طبعا هو المجاهد الذي يقف في هذه الجزر يرابط ويراقب العدو وهو قادم ويسارع إلى الضربة الأولى كما يقال هناك عدة حصون في الإسكندرية سأتي عليها بعد الفاصل إن شاء الله تعالى السلام عليكم يوهل الإخوة والأخوات كنت قد تكلمت معكم قبل الفاصل عن قضية قضية الحصون في الإسكندرية وبدأت فيها حصن العجمي أو طابية كانت تسمى طابية العجمي وجمع طوابي طابية العجمي كانت أمنع الحصون في الإسكندرية والغربين يسمونها المارابوت المارابوت يعني المرابط جزيرة المرابط اسمها العربي وطابية العجمي كما كانت مشهورة أنذاك والمرابط هو المرابط في سبيل والإسكندرية كانت ثغرا يرابط فيه المجاهدون ويرابط فيه الصالحون والجنود على مدار تاريخها الإسلامي أيضا هناك قلعة المكس وكانت من أمنع القلاع مهمة الدفاع عن مدخل المدينة البوغاز كما يسمى أيضا هناك عدة حصون استحكامات أخرى لن أضيع وقتكم بذكرها لأنها طويلة ومتشعبة لكن كلها أنشئت في عهد محمد علي باشا ومحمد علي هذا كلام قبل دخول الإنجليز بأكثر من أربعين عاما وواحدة منها قلعة قايت باي أنشئت في عهد قايت باي القائد المملوكي أو السلطان المملوكي الكبير الذي كان من أعدل سلاطين من الماليك وتوفي في بداية القرن العاشر الهجري الخمس عشر السادس عشر الميلادي وهناك قلعة أسست في أيام الحملة الفرنسية على مصر هذه باختصار وصف للقلاع الموجودة في الإسكندرية آنذاك أجرى فيها إسماعيل خدي إسماعيل بعض الترميمات جلب لها مدافع بريطانية أرمسترونج هي مدافع نفسها التي جاءت في الحملة الإنجليزية لكن هذه المدافع بعضها ركب في مكانه وبعضها أهمل ما ركب في مكانه انظروا لي التهاون والضعف الذي كنا فيه يعني مدافع موجودة لكن ما ركبت إذا ما ركب المدفع في مكانه فمتى يركب إذن والأساطيل تحيط بالإسكندرية وهذه 49 مدفعا لكن أكثر من 200 مدفع كانت مدافع قديمة لا تصل في رميها إلى الأسطول الإنجليزي الذي يقبع بعيدا عن مرماها وهم يعلمون عن طريق الجواسيس والعملاء ومعرفة الأسلحة المصرية معرفة دقيقة كعادة أي غازي يأتي عاقل يحتاج لأن يعرف قوة عدوه يعلمون تماما حجم القوة الموجودة المصرية ويعلمون تماما الاستحكامات الموجودة في القلاع المصرية العملاء للأسف الشديد يبثون تلك الأخبار لكن للأسف العرابيون أو القوة المصرية عموما والبحرية المصرية لا تعرف قوة تدمير هذه السفن ولا كانت تتكهن فقط أنها لا تستطيع أن تدك الحصون المنيعة في الإسكندرية الحصون المنيعة جدا كيف تستطيع أن تدكها البحرية وأنهم سينتصرون عليهم هكذا بغرور عجيب وبضعف وهوان الحصون يقول هذا الميسيو جون نينون نيني جون نيني هذا ذكرته من قبل عميد الجارية الفرنسية في مصر الجارية السويسرية يا أسف في مصر ويقول كلاما عجيبا يقول شهد ضربة إسكندرية يقول أن نصف الرمات القنابل كان يسمونه الطوباجية الطوباجية كلمة تركية يعني كانوا متغيبين عن قراهم كانوا متغيبين في قراهم بحجة التوفير واقتصاد النفقات انظروا للخيانات نصف الرماء كانوا في قراهم لأن الاقتصاد في النفقات والمراقب المالي الأوروبي كان يصر على تقليص عدد الجيش وأن لابد من إخراج كثير منه من سلك الجندية لما هناك رواتب تدفع لهم نصف الرماء كانوا في قراهم بحجة توفير النفقات وهذه خيانة وخيانة واضحة هذا أولا وقال هذا النيني قال إن الأميرال سيمور البريطاني رئيس البحرية العسكرية كان موقنا قبل الضرب أنه سيلقى هياكل لا قيمة لها من ناحية القوة العسكرية انظروا يعرفوننا تماما يعرفون قوتنا أو مدى ما نحن فيه من ضعف شئتا تقول وقال في موضع آخر يصف إهمال حالة الحصون إن معظم المدافع القصيرة المرمى لم تتحرك من موضعها منذ نحو ثمان وثلاثين سنة حين ركبها لأول مرة جاليس بيك مفتش الاستحكامات في عهد محمد علي الله أكبر مقرابة أربعين سنة ما تحركت المدافع من مكانها أما المئة مدفع من مدافع أرمسترونج كان أربعة ستون فقط مركبا في موضعها وثلاثون أخرى كانت ملقا خارج موضعها في مخازن في الترسانة طبعا إذن الدفاع عن المدينة لا بد أن يكون ضعيفا وفيه تخاذل القوة التي واجهت القوة البحرية واجهت هذه عشرات الآلاف من الجنود الإنجليز أكثر من يعني كانت قرابة سبعمائة شخص فقط القوة الفعلية الاسمية شيء غير ذلك لكن الفعلية كان سبعمائة شخص للأسف الشديد عرابي يقول في مذكراته أنه كان عند يحمي المدينة قرابة 12 ألفا من المشاو سبعمائة من الطوبجية هذا كلام ما رأيناه وسأتي على ذلك ذكره إن شاء الله وتعالى الأسطول البريطاني مؤلف من مدرعات وسفن لا تسل عن ذلك يعني عن ضبط الأسطول وقوته مدافعه حديثة جدا أقوى سلاح من مدافع الحصون كان الأسطول متحركا في البحر هو الحصون ثابتة فعندما يرمي المتحرك على الثابت أسهل عليه كثيرا عندما يرمي الثابت على المتحرك يكون الأمر صعبا فالحصون كانت ترمي سفنا سريعة متحركة فصعب يضبطون الرمي إضافة لذلك مبتدأ الدخان يظهر في القلعة من جراء الضرب عمية على المصريين المساكين مدافعين عن الحصون عمية عليه موقف السفن فكانوا يستقبلون ضربات ولا يعرفون كيف يردون ولا كيف يصوبون هذه أيضا نقطة مؤلمة ومؤلمة جدا أيضا كانت من خطة سيمور أن تجتمع السفن اجتماعا واحدا وتضرب حصنا معينا ثم بعد أن تدمره الحصن الذي بعده والحصن الذي بعده والحصن الذي بعده حتى تأتي على جميع الحصون وبالتالي دمرت جميع الحصون المصرية المدافع عن السكندري بهذه الطريقة وحتى قلعت قايت باي تضرّت تضروا كبيرا جدا برميها هذه الخطة كانت على سهولتها أوليتها وبدائيتها كما يقال لكنها كانت خطة فعالة لأن ما كان الحصون المصرية تستطيع أن تنجد أخواتها وكما قلت لكم الدخان يعمي وأغلق المرمى النظر أمام المدافعين المصريين كانت ضرب من جانب الأسطول البريطاني شديدا مروعا في الإسكندرية كانت قنابل محكمة الرمي شديدة الفتك أما القلاع فكانت ضعيفة متراخية سقط كثير من القنابل في البحر دون أن يصل إلى البوارج الإنجليزية وبعض البوارج كان يصل إليها لكنها كانت مدرعة مدرعة يعني محصنة بحديد تلو حديد فتخترقها القنبلة نعم لكنها تقف عند الدرع الثاني تقريبا فما تضر كثيرا هذه المدرعة ومعض المدرعات تضررت نعم يكفي أن أقول لكم إن الذي قتل من جنود الإنجليز كانوا خمسة فقط وجرح تسعة عشر بينما قتل أكثر من ألفين جندي مصري آنذاك ألفين من الجنود ومن المصريين الذي قتل من إنجليز خمسة وتسعة عشر جرحوا فانظروا إلى الفارق المؤلم وذكروا بالعراق يقتل مئات العراقيين ويقتل جندي أمريكي واحد يعني النسبة مؤلمة ومؤلمة جدا استمر الضرب من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الحادي عشر صباحا على أقصى ما يكون من هولي والشدة قنابل أسطول تقذف وتحصد الأرواح وتقتل الناس سكت الضرب قليلا استؤنف الضرب بعد قليل إلى الساعة الثانية ظهرا سكت قليلا ثم استؤنف إلى الساعة السادسة ما ساء قبل الغروب بساعة لو تعلمون أن الضرب كان في الصيف وشمس تأخر في المغيب إلى سابعة وشيء فقبل الغروب بساعة توقف الضرب تهدمت الحصون تحولت قلعة قاة باي إلى خراب وقلع سائر القلع تحولت إلى خراب أين الجنود الجنود أبلوا بلاء حسنا في الحقيقة يعني أنا كل حديثي عن الضعف كان بالنسبة لي ضعف استحكامات ضعف الحصون واستحكامات الحصون المدافع ضعيفة وقصيرة المرمى لكن الجنود كانوا أبطالا كانوا يدافعون قدر إمكانهم ويعني نحن لا نؤتى يا أخوة من شجاعة جنود المسلمين ولا نؤتى من بسلتهم ولا نؤتى من قوتهم ولا نؤتى من تضحياتهم ورغباتهم في الشهادة في سبيل الله خاصة في ذلك الزمان قبل وجود الأهواء والمذاهب التي أضلت كثيرا من الناس لكن نؤتى من ضعف التخطيط وضعف الإعداد وضعف الاستجابة لقول الله تعالى وأعدوا وأعدوا لهم ما استطعتهم من قوة هذا الذي نؤتى منه وهذا هو الخطر العظيم الذي يتهددون دوما وأبدا هو لو رأى الله تعالى منا استعدادا حسنا ولو رأى الله تعالى منا إقبالا عليه وإخباتا بين يديه وتضرعا ودعاءا وبكاءا وإقبالا واستعدادا وأن نعمل كل ما بأيدينا لنسألنا الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى يقول أما يجيب المضطرة إذا دعاه ويكشف السوج ويجعلكم خلفاء الأرض لكن هل وصلنا إلى مرحلة الاضطرار هل أعددنا أصلا الإعداد الجيد أنفسنا سيأتي في تقويم الأمر إن شاء الله تعالى الحديث عن ذلك ظلوا يقاومون بكل أمانة وقوة وشرف ولم يتنسحبوا ولم يتراجعوا وكانت الحصون تدكوا عليهم دكا ويقتل منهم العشرات بل مئات ومصابرون في مكانهم راضون بالاستشهاد في سبيل الله يقول البارون ديكيوزل وكيل مصلحة الجمالك الذي كان على السفينة أمام الإسكندرية يقول في كتاب ذكريات رجل إنجليزي عن مصر لقد ثبت جنود المدفعية المصرية في مواقعهم أمام نيران الأسطول الهائلة الفتاكة ثباتا يدل أو دل على بسالتهم وبطولتهم النادرة الله أكبر انظروا هذا النص كيف ويقول المصريون لم يكونوا يتوقفون عن الضرب أبدا إلا عندما يكرهون إكراها وتتحطم مدافعهم تحطما فعند ذلك يكفون ويقفون عن الضرب قال الميسيو سكوتيدس وكيل قنص اليونان بالإسكندرية قال في كتاب مصر المعاصرة وعراب باشا كانت قذائف المدافع المصرية تسقط في البحر وهي في منتصف الطريق والبعض الآخر يستضم بمدرعات الإنجليز الضخمة فلتد عنها كأنها جسم من المطاط ثم يغوص في الماء ومع هذا فليس ثمة إلا الإعجاب بما أبداه جنود المدفعية المصرية من البطولة والبسالة والثبات يعني إذن المدفعية المصرية هناك إجماع على أنها ضحت وبذلت وقاومت يعني جنود المدفعية وفعلوا كل ما عندهم رحمة الله تعالى عليهم وتقبل شهداءهم ودافع دفاع المستميت قوة الإسطول كان لها الغلبة في ذلك اليوم وتهدم معظم الحصون وتهدم كثير من مساكن عروسي أهلها دمرتها وأحرقتها وتفانى بعد ذلك الأهالي في الدفاع عن المدينة سأذكر في الحلقة القادمة كيف الأهالي دافعوا وكيف دخل جنود الإنجليز المدينة وسأذكر بعض التفصيلات المؤلمة لكن لابد منها من باب العبري والعظات إلى اللقاء الإخوة والأخوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته